EIGRP هو عبارة عن روتينج بروتوكول ملك كلاسيسكو مميزة هذا البروتوكول انه هو كلاسلس بروتوكول يعني انا I need to provide subnet information الباكت اكسشنجي اللي بتصير between the routers بهيدا البروتوكول تعتمد على ال RTP بروتوكول يعني في عندي ريليابلتي شو معناته حنحكي عالنا بعد شوية اكتر تحتك كل روتر موجود عندي بقلب هدي الطبولوجي يوصل لإنفرميشن معينة من other routers هني بحاجة انه ان يستعملوا بروتوكول انا بسميه dual protocol يلي هو routing algorithm هيدا البروتوكول مميز جدا للlarge networks طبعا it supports IPv4 و IPv6 والadministrative distance تبعيته equal to 5 في حال كان في عندي several protocol موجودين على نفس الروتر تقدر عمل selection moreover ال EIGRP بيستعمل الملتيكاست address تيبعت لترافك تبعه يعني بمعنى تاني اذا كان عم بيبعت EIGRP packet بيستعمل 224.0.0.5 طيب بعد certain type of packets che هنحكي عنه انبعدين اما الماك ادراس تبعيت الفريم تبعيت ال EIGRP هي على الشكل التالي كذلك الامر لازم نعرف انه كل الروترزين موجودين عندي يلي عم بيعملوا exchange لأي اي 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 بي انفرميشن لازم يكون كليتهم عندهم unique autonomous systems number within n isp بهذا الانittlecur time أنا أخطه equal to 1 خلونا نتعرف أكتر على الإي اي جي ار بي بكت عندي كذا نوع من الإي اي جي ار بي بكت عندي الهلو بكت الابديت بكت الكويري بكت الريبلاي بكت والأكنولوجمنت بكت يلي هني من مميزات الريلايابل ترانسفر بروتوكال خلونا نتعرف أول شي على الهلو بكت الهلو بكت هني عبارة عن بكت كل الراوترز بيعملونه الجنرات وأكيد لازم ينبعثوا كل 5 سواني إذا كنت أنا عم بستعمل إي ثرنات وسيريال لينكس يعني بمعنى تاني عندي أر وان حيبعت لأر ثري وار تو كذلك الأمر أر ثري لأر ثري لأر ثو أر وان وار تو لأر وان وار ثري هالبرسيجر لازم يصير عندي كل 5 سواني ليش؟ تيقدر يعرف كل راوتر أنه جاروي اللي موجود مقابيله ما عمده ولا أي برابلم أكيد الهلو هني انريلايابل يعني بمعنى تاني إذا أر وان بعت لأر ثري ما بيتوقع أنه أر ثري ردله جواب أنه ياس وصلتني الهلو ولكن حيكون هو بيدوره أر ثري عم بيبعت هلو كذلك الأمر تاني نوع من أنواع الـ ERGRP باكتس اللي بدي يحكي عنا هي بمعنى تاني أكنولوجمنت هي عبارة عن يعني أنا إذا بعتت أكنولوجمنت ما بنتر حدا يردلي أنه ياس وصلني الأكنولوجمنت إنما الأكنولوجمنت بحد زيتا هي عبارة عن يعني إذا حدا بعت أبديت ببعت له أكنولوجمنت إذا حدا بعت كويري أكيد كمان لازم يبعت له أكنولوجمنت وإذا في حدا عندي يبعت ريبلاي على سبيل الميثال هون أر وان عم يبعت ريبلاي أر ثو حيبعت له أكنولوجمنت النوع الثالث من الـ ERGRP باكتس هو الـ Update Packets الـ Update هنا عبارة عن نوع من أنواع الباكتس يلي كل راوتر عندي يلي موجود بالـ ERGRP دومين لازم يبعت هاي دي الباكتس تيخبر شو في عنده ناتوركس يعني أر وان حيبعت الـ Update لـ R2 و R3 R2 و R3 حيبعت له أكنولوجمنت أنه وصل لهم هيدا الـ Update حيخدوا انتو كينسدوريشن النتوركس اللي موجودين على R1 كذلك الأمر R2 حيبعت أبديتس لـ R1 و R3 بالتالي R1 و R3 حيبعت له أكنولوجمنت ويكونوا aware of R2's networks وآخر الشي بهيدي الطبولوجي R3 حيبعت له R1 و R2 update حيرده بـ Acknowledgeمنت ويكونوا aware of R3's networks أكيد الـ Update Packets هني عبارة عن ريلايبل باكتس يعني كل الـ Update بتوصلني قبل ما رد عليها لازم نخبر أنه وصلتني صح رابع نوع من أنواع الـ EIGRP Packets هي الكويري الكويري بشكل عام هيدا ما بتمبعت إلا إذا صار في عندي تغيير بقلبي الطبولوجي إذا بركز على الطبولوجي هون حلاحظ أنه اللينك بين R2 و R3 إذا نقطع شبطة الـ Active فلازم R1 يسأل عن وضع اللينك اللي موجود بينهن لأنه هني بيعرفوه لأنه هو بالنسبة لـ R1 It's not reachable, it's not directly connected يعني بمعنى تاني حيبعت R1 لـ R2 و R3 كويري تيقدر يعرف شو الـ Statist بيعيط اللينك اللي موجود بين R2 و R3 بالتالي R2 و R3 حيبعتوا Acknowledgement أنه وصلهم لكويري وكذلك الأمر حيحضروا الـ Reply ويبعتوا لـ R1 يلي بدورهم R2 و R3 حينطروا كمان Acknowledgement من R1 إنه الـ Reply وصلهم صح فإذاً حيبعتوا Acknowledgement يعني بمعنى تاني أنا Reply كذلك الأمر هو Reliable يعني بحاجة إني أنا أبعت Acknowledgement بمجرد ما يوصلني من راوتر معين ترجمة نانسي قنقر